مرحبا بنات فيلمنا اليوم راح نتعلم طريقة عمل هذا البنجون او البطريق باستخدام عجينة السيراميك البارد راح نشوف خطوات العمل بالتفصيل و اذا حابين تعرفون باي مكان ممكن تستخدمون هذا البطريق فعندي فيديو سابق لطريقة استخدامه في عمل كرة الثلج راح اتركلكم رابط الفيديو التعليمي في صندوق الوصف اللي حابة تتعلم الطريقة ممكن تشاهد الفيديو فكل اللي راح نحتاج عجينة السيراميك باللون الاسود والابيض والاحمر والقليل من اللون الاسفر فهسا خلينا نبدي الخطوات اولا تاخذين قطعة من العجين اللي باللون الاسود تحوليها على شكل كرة وبعدها على شكل بيضوي هذا يكون الجسم وبالنسبة للرأس مجرد تعملين كرة باللون الاسود مناسبة لحجم الجسم راح استخدم هذا اللون الابيض اضعه على الجسم بهذا الشكل تعملين كرة وبعد ذلك على شكل بيضوي او بشكل الدمعة وتضغطين على يبي الابهام بهذا الشكل وتلسقي على الجزء الامامي من الجسم دائما تستخدمين الصمغ او الغرة للاصق الاجزاء بالنسبة لي دائما استخدم عيدان تنظيف الاسنان اضعها في مكان الرقبة لتثبيت الرأس هذا ينطي ساند للرأس بعد اللاصق بالنسبة للوجه تحتاجين قطعة صغيرة من العجين الابيض تعمليها على شكل كرة او ممكن تعمليها على شكل القلب لكن انا هنا اعملتها على شكل كرة لانه راح يلبس قبعة فمو مشكلة بالنسبة للعيون انا راح استخدم هذا النوع من الخرزقة اللي يسمى بالنمنم يعني ما ارسم العيون الثبتين النمنم بهذا الشكل ادخليها بالوجه اشتركوا في القناة 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 تحاولين تقيسي يكون الحجم مناسب للرأس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني خطوات العمل بسيطة جدا وسهلة هنا نحاول انه دائما تحاولين تقيسين قياس القطعة اللي تستخدميها بحيث تكون ملائمة للجسم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة